السلام عليكم ومرحبا و الف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فاطمة مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد ووصفة اليوم ان شاء الله غتكون عبارة على مملحات او لفطائر مالحة بحشوة اقتصادية ولكن كتجي لديدة في المضاق وبعجين قطني كيعطنا هذه النتيجة اللي كتلاحظوا معايا ديال الفطائر حضرتهم معاكم بشكل كرواسوم او لا هلال فكيجيوا الى هاد الشكل كيفما كتلاحظوا معايا فالعجينة كتجي قطنية ارطبة وايضا فشفشة سهلة وسريعة تتحضير الحشوة ولا اروع فباش تعرفوا معايا طريقة تتحضيرهم معاكم ارتبوا معايا خطوات الفيديو خطوة بخطوة وان شاء الله يلاحظرتوهم ارغاد يتوفقوا في تحضيرهم ويجوا معاكم ناجحين هنا واحد ملاحظة بسيطة هنا كيبال لكم هادو كل الفطائر او المملحات لي في الفوق يعني ما طيبيش مزيان انا تعمت ما نطيبش هاد واحد اللاطة طيبتها مزيان اللي غادي نقدم يعني في النهار داته واللي غادي نحطف بيهم حتى من بعد فخليتهم ما طيبين جدرت لي وانس طيبات قريبا نعود نسخنهم في فترة التقديم فدب بسم الله على بركتي الله كخطوة اولية غادي نبدأ بتحضير العجين فعندي كأسين من الماء اللي كيكون دافئ كنضيف عليهم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية اي الخميرة ديال العجينة وملعقة كبيرة من السكر الخشن اي سكر حبيبات سكر سنيدة ونصف كأس من الحليب المجفف نيدو حليب بودرة مثلا الى كان عندكم حليب سائل فكتخدموه بكأسين من الحليب السائل وكتستغنوه على الحليب بودرة كنحرك الكل جيدا حتى كتفع لي الخاميرا مع السكر وايضا الحليب ثم كنضيف نصف كأس من زيت نباتيا وكنحرك الكل جيدا فهنا غادي نبدا نضيف الدقيقة بالتدريج كمرحلة اولية غادي نضيف الكأس الاول وغادي نبدا نطرب الكل جيدا ملاحظة هامة بالنسبة الكأس اللي كتقيسو به الماء ولي كتوحدو به كل المقاسات باش هكذا كتجي معكم الوصفة الناجحة سواء نقصتو بكأس العنباء او كأس الياغورت او اي كأس شاي انتو ما بغيتوا تقيسو به المكونات ديالكم هنا اضفت الكأس الثاني وايضا اضفت قليل من الملح الملح القياس ديالكم عينكم ميزانكم الملح كيف ما كانت عجنوا يعني الملوحية ديال الخبز ديال العجين هنحرك الكل جيدا ثم غادي نضيف الكأس الثالثة والكأس الرابع ثم الكأس الخامس فعامة انا يعني عارف القياس اللي كان اللي كان خدم بها ديال العجينة لانه معتمدة عندي المهم دباء في المجموع فضفت خمس كؤوس وغادي نعجل العجينة ديالي بالاسطاعب الفوي فاش كتبدا تتقل كتزول الفوي وكتكمله بسباتيول او لا باليد ديالكم ومنتم ما كتخدموه بالحاجة اللي كتريحكم يعني انا كنعجل والعجينة بانثية ما زال بقى خفيفة يعني كتلتسق باليدين لهذا يعني خفيف القوام دياله انا بغيتها تجيني بحل العجينة ديال البطبوط او لا ديال الخبز لهذا غادي نضيف الكأس السادس يعني السادس الكيسان ديال باش خدمت هي ماشي 600 قرام بقية كأس لعنبكتر غادي نحسبها وغادي نحطى لكم صندوق الوصف بالقرامات صافيو كرمقاها ديال على هاد شكل نجمع العجينة ديالي حتى كنت تحصل على هاد شكل ديال العجين بدون دلك او اي تعب فقط كتدخلوا الدقيق ديالكم في السوائل المهم كنت تلمو العجين حتى كنت تحصلوا العجين على هاد شكل صافيو كنت تغطيو على بلاستيك غدائي وكتخليوك ترتاح جانبا المهم كيف ما قلت لكم خدمت بستكل كيسان ديال الدقيق وبالنسبة للدقيق فقيبقى حسب تشربوا السوائل ما كتضيفو بشوية بشوية في عينكم ميزانكم اوفوكت جمالكم العجين فكتكفيوا من اضافة الدقيق لان الدقيق كيختلف من الماركة الماركة اللي كيتشرب السوائل وكين الليلة هنا على مقلات اللي كان نكون وضع على نار كتكون متوسطة كان نوضع خالط ما بين زيت نباتية او ايضا زيت الزيتون ثم كان ضيف حبتان كبيرتان من البصل اللي كان كون مشلضة مرقيق كان ضيف عليهم القليل من الملحم وكان نحرقهم وكان خليهم حتى كيدبالوا ايضا غادي نحكي واحدة الدرس ديالتوما اللي كيكون حجم دياله متوسطة إلا كانت عندكم التوم بودرة فكتتضيفوها انا ما توفرتش عندي لهذا خدمت بالتوم طريا وكيفما كتلاحظوا فالبصلها ايا تشحرت لينا بزيان وكيفما كيبال لكم رابداتك تدبال صافي كان نحرك الكل جيدا خلوهم يتشحروا واحد جدقيق اخرين صافي ضبال بصلها صبحات موجودة كان نضيف واحد الحك او العلبة من الفطر يعني شومبينيوم المعلب اللي كان كون بعد طبعه لما قصلته جيدة كان كون قطعته الشراء حكي كونه رقاقين كان شلدو رقيق قطع رقيق مصطلح صحيح كان نضيف الفلفل الحمرة اللي كانت عندي في المجمد لانها كانت في السطغية اللي كان نضيف دائما في المجمد وايضا فلفل خالط ما بين فلفل الوان اللي كانت تكون أورنج والخضراء والحمرة المهم اي نوع من الفلفل الوان المطفر عندكم فكتخدموا بيه الكمية تبقى عنكم ميزانكم مهم كتخدموا بيهم هنا واحد الملاحظة تلاحظوا معرني جهد البوطة فهاد المرحلة فاش نضيفوا الشامبينيون وايضا الفلفل الوان فكتجهدوا على البوطة باش ضغية كتشحر لكم المكونات احنا ما بغناش تلقلنا الماء نهائيا بغناش تشحر اصافي اللي مهم هو البصلارة هاد بالد فدبا هنا كتجهدوا البوطة فهاد المرحلة ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزعتر اي الأوريغانو هكذا كتتحكوهما بين الكفوف ديالكم ثم نضيف القليل من الكامون القليل من البابريكا او ملعقة صغيرة والقليل من الإبزار والقليل من الكوركم الخرقوم عود سوف يكلم دا نخلط المكونات جيدة مع بعضيتهم وهنا كنتحصل على واحد الحشوة اللي كتكون ديدة بالنسبة للتوابل فانتوما كتضيفهم عينكم ميزانكم على حسب لي كتفضلوا بالنسبة للحشوة فانا عملتها بالطول لهذا خدمت بالكامون فكيمشي التواب مع الطون كيمشي مع بزاف ديال الأشياء لهذا ضفت الكامون لما كانش كايش بكم ممكن استغناء عليه هاي الحشوة ديالي كيفما تلاحظوا معي فانا في هاتش القطة ديال الماء ومثلا الى خرجاتيكم نسبة ديال الماء او لكترسو الزيت فكتصفيها عدا باشكت وضعها في واحد الانية على هاد الشكل ثم كنضيف واحد البوطة ديال الطون وكنحاول هكذا كنفرتها لاناني كيفما لاحطوا معرار ميتها كيفما هكذا كنا نرى الطون سقطرتوا جيدا من الزيت ولا خدمتوا بالطون طبيعي ديال الماء فكتوا كتسقطرهم زيان من ذيك الكمية ديال الماء عدا باش كتضيفوه للحشوة وكتخلطوا الكل جيدا وكتخليوا الحشوة ديالكم جانبا حتى كتبرد الوقت اللي العجين كتخمر للحشوة كتبرد فهنا من بعد ما اختمرت العجينة ورتاح لنا جيدا كي تضعف الحجم ديال على هاد الشكل فهذه المرحلة كتكونوا متأكدين بان العجين ديالكم ارتاح جيدا فاش كتشوفوا الفوليم دياله و ايضا بحلقة لك لنا ديك الكمية ديال العجين لان ديك النسبة ديال الجلوتي اللي كتكون متفرعة لنا في الدقيق كتكون تنشطت في ديك الفترة ديالها الراحة ديال العجين وكتعطينا واحد العجينة اللي كتكون منساء و القوام ديالها يعني طيعة ضغية كتخدمها بكتمحنكم متاشي حاجة هناك نحاول ندقى زي العجين ديالي من الهواء اولا من نسبة الاختمار ثم كنقسمها الى كوائر كي يكونوا متساويين الحجم ومن بعد كننخبيو حدا في بلاستيك غدائي وحدا اللوله كننسرحها كيفما كتلاحظوا معيها بالاستعانة بالتقيقة ثم كنقسمها على هاد الشكل كتقسمها على اربعة ثم كل كل متلات كنعودو كنقسمو على زوج وهي غادي حتى كتحصلو على اشكال او اشريطة على هاد الشكل كيكونوا متساوي المهم وخما كيكونش متساويين مية في المية المهم كيكون اشكال متشابهة مع بعضها فبغينا نحضروا شكلتا كرواسة مالحة هناك نحاول نوضع ديك الحشوة ديالي كيفما كتلاحظوا معي في الاطراف ديال العجين فالشكل واضح لكم على الفيديو كنتوضعوا فقط القليل من الحشوة ما كتكتروش باش ما تضيفوغي بالقياس باش ما تخرش لكم من الجوانب ثم كنضيف القليل من الجبن المبشور الجبن الاحمر او اللي لما كاشو متوفر عندكم وهو عندكم مثلا الجب المربع فكتقسموا كل احباء ديال الجب المربع على زوج ودك النصا ان كتقسموه على زوج يعني على 4 وكتوضعوه في الوسط او للجب المتالات كتخدموه باللي متوفر عندكم لما كاشو متوفر على الجبن فماشي مشكل ممكن استغناء عليه فذيك الحشوة ركتجي لديدة وبوح دارها كافية ثم كنبدأ نشكل الاشكال لدفعة وحدة كما تلاحظوا معي على هذا الشكل ديال المملحات ديالنا ومباشرة نوضعوهم على لطة اللي كنكون مفرشة لها ورق الزبدة كان بقى مستمر على هذا المينو وحتى كنكملهم كام من نبوهم بهم المهم كيخرجوا لي جوج لطات كيكونوا عامرين كيفما تلاحظوا على هذا الشكل اخذ بيضة كاملة نضيف عليها الخل الابيض ونطربها جيدا بالبيضة بصفر ديالها بالبيض ديالها كل شيء باش يالله كده تكفيني ندهن الوجه ديال الفطائر كاملين ففاد الأثناء اللي انا كنت كنشكل فيه الفطائر فالفران شعلته خيته يسخن على درجة تلتمية مشعل من فوق ومن تحت صاف هنا اذا بدهنت الفطائر بالبيض غرش عليهم القليل ديالبابو او لابدو رحب اللعمان او للخش خاش ويمكن له احد كيف كيسمي غير باش تعرفوه وصافي ومباشرة كندخل الله طال الفرن وكنخليهم حتى كيطيبوا ويستاوي ومن بعد ما كيخرجوا من الفرن كنغطي عليهم كنخليهم مباشرة وكيرطابوه اللي كنقدموهم على هاتشكل كي يجيوا رائعين انتمنى ان شاء الله تجربوه وتشاركوين تطبيقاتكم عبر الصفحة على الانستغرام كي نقوليكم اسلام عليكم وفي امني الله لحلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة